اشتركوا في القناة من برنامج ضيف القلم ضيف القلم اتنقل وليه توزر نتعرفه في البداية على ضيفنا من توزر ثم نشرع معه في الحوار توزر أو توزوريس كما سمها الرومان مدينة متميزة في مناخها وموقعها الجغرافي وتضريسها فضلا عما تزخر به من تنوع طبيعي جعلها قطبا سياحيا فريدا في الجنوب التونسي تقع توزر في الجنوب الغربي من تونس على الحدود الجزائرية والحد الشمالي الشرقي للصحراء ويحدها شرقا شط الجريد وتعتبر من بين الواحات الاكثر شهرة في العالم واجملها من يزور توزر يقف على مدى عراقة هذه المدينة التي تعاقبت عليها حضارات متنوعة كما يدل على ذلك الآثار الرومانية والآثار الإسلامية في مختلف معتمدياتها تمغزة حزوة دجاش نفطة من يزور توزر يستحضر قامة من قامات الشعر العربي أبو القاسم الشاب ويقف على سر من أسرار إبداعه المتمثل في سحر الطبيعة وصفائها وجمالها منقطع النظير جمال توزر لم يمنع عنها النقائص والعوز على مستوى البنية التحتية والظروف المعيشية لأهل توزر توزر مثل غيرها من المدن الداخلية لتونس في حاجة ماسة إلى مشاريع تنموية ودفع اقتصادي للرفع من مستوى العيش والحد من الصعوبات الموضوعية التي تواجهها وربما هذا ما جعل بعض الأطراف اليوم يتحدث عن ضرورة العمل على خلق ما سماه بالتمييز الإيجابي حديثنا عن توزر الليلة جاء بمناسبة حلول السيد أزاد بادي ضيفا في برنامج ضيف القلم أزاد بادي نائب المجلس الوطني التأسيسي كان منتميا إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قبل أن يلتحق بحركة وفاء درس بكلية العلوم القانونية بسوسة أين تخصص في القانون الخاص إلى سنة 1997 اعتقل أزاد بادي سنة 1991 وأمضى عاما في السجن يعد اليوم من أكثر الأطراف السياسية تشبثا بقانون المحاسبة أو ما يسمى بقانون تحصين الثورة يطمح نحو ترسيخ ثقافة العدل كما نصت عليها تعاليم الإسلام مرحبا بك سيد أزاد بادي في برنامج ضيف القلم شكرا ومرحبا بك كل سيدة المشاهدين إذن حكاية أزاد باش يعرف الناس شنية حكاية أزاد على الأقل ثم عديد الأسئلة تكتنف في الاسم أزاد هي لفظة فريسية وترجمة بتاعها العربية تعني الحرية وفي إيران في العاصمة طهران أكبر ساحة هي ساحة أزاد أي ساحة الحرية جاءت التسمية في فيلم من فيلم هندي أخذ سيط وصداف السبعينات هذا اسم الفيلم أزاد لس المحبوب كان فعل خير يأخذ الأموال والثروات من الطبقة الغنية ليوزعها على طبقات الشعب الفقيرة والكادحة من هنا جاءت هذه التسمية على الأقل هنا بش يقع توضيح الصورة بالنسبة لبعض الأسئلة اللي طرحت حول اسم أزاد بها نبدأ وتوى في تصريح جاء على لسان أزاد بادي يقول فيه إنه اتضح بالكاشف اليوم أن هناك إعلاميون لهم أجندات سياسية ويريدون تشويه وتشويه حركة وفاء تشويه أزاد بادي بتهمة مباشرة حتى أنه ثم من يقول في مثل هذا السياق أنه هناك وثائق وقراء حول هذه التهمة لو توضح العمر نعم تستهدف حركة وفاء وذلك باستهداف قيادات حركة وفاء بمحاولات رخيصة لتشويهها لأن حركة وفاء مقارباتها بقيت ثورية وتريد دائما الرجوع بالشعب التونسي إلى مربع الثورة واستحققات الثورة ولأنها ترى أساسا أن الثورة مصار وأن الثورة استكمال أهداف الثورة في هذه المرحلة الدقيقة بالذات هو تصفير تركة النظام المنهار ونعلم أن رأس النظام قد فره لكن النظام ما زال جاتما لكن تحسبوك عن نظام هذاك نعم بالضبط هم أرادوا أن يشويهون من هذه الزاوية خاصة وأننا صوتنا مرتفع وحد في كل ما تعلق برموز النظام السابق نرى في حركة وفاء أن هناك محاولة للإستنساخ الزمن القديم لإعادة الزمن القديم والنظام البائد بمحاولات عدة نحاول أتصدي لها بكل ما أتينا من قوة فقط هذه الشهادة هي شهادة شكر ممنوحة من التجمع دستوري الديمقراطي قلت وأعيد أن هذه الشهادة أو هذه العملية برمتها قد انطلقت منذ أشهر وليست جديدة وكان الحل الأسلم الذي ارتأيناه في حركة وفاء هو أننا قمنا بقضية لدى المحكمة الابتدائية بتونس هناك تحقيق جاري لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعها التدليس مسك واستعمال مدلس افتعال وثيقة وتشويه والتشير القضاء سيقول كلمته في هذه الوثيقة أقول أنها مدلسة وأن هناك أطراف سياسية تعمل لي كما قلت لإخماد هذا الصوت الحر المرتفع لن يثنوني على المضي قدما في نفس الاتجاه وأقول أن الصوتي سيكون أكثر حرية وأكثر ارتفاع أطراف سياسية باش نكون واضحين أطراف سياسية تابعة للنظام السابق أطراف سياسية تابعة للنظام السابق أطراف سياسية لا تخدم الثورة واستكمال حقات الثورة أهدافها وغاياتها ومصالحها تلعب في الصراع السياسي اليوم بطبيعة الحال ولكن تستعمل نفس الأساليب الرخيصة التي استعملها النظام الباد بطبيعة الحال لأنها تخرجت من نفس المدرسة وتستعمل نفس الوسائل الشعب التونسي اليوم فطن وذكي ويعرف من يقف وراء كل هذه الألعاب وكما قلت لن يثنينا هذا عن المواصلة في نفس الانتجاه عنها بالنسبة لحركة وفاء وهنا سؤالي مش يكون خاصة بحركة وفاء شنو الدولة اللي قامت بيه حركة وفاء في المرحلة الانتقالية خاصة وأنه ثم شكون يعتبر أنه بقطع النظر على الكون حركة وفاء في المعارضة أو غير حركة وفاء في نفس السياق متاحها هي أقرب المعارضة الكرتونية شنو اللي قامت بيه حركة وفاء في المرحلة الانتقالية نحن كما قلت لدينا خط سياسي واضح أول ما قمنا به هو تقويم السنة السياسية الفارطة تقويم العمل السياسي والأداء السياسي وتقييم الأحزاب السياسية على بكرة أبيه سواء المتواجدة في السلطة أو المتواجدة في المعارضة وخرجنا بنتيجة واحدة وأنه يراد وعد الثورة التونسية وقبرها حركت وفاة في خطها السياسي ترى أن الثورة ليست نقطة ثابتة في الزمن ولت وانتهت وإنما ترى أنها مصار ومشوار وأن هناك استحقاقات للثورة ذكرت البعض منها نرى أن الاستحقاق الأول هو الانتهاء من النظام السابق من رموزه من ألياته من عقلياته والانطلاق في بناء الدولة الوطنية لكن شعملت أنتم فعليا في المرحلة الانتقالية حاليا حاولنا أن نجمع عشتات القواء الثورية عقدنا عدة تدوات وعقدنا عدة مؤتمرات لعلي أذكر أهمها وهو المؤتمر الوطني للمحاسبة إن بثق عن مشروع قانون أساسي قدم المجلس الوطني التأسيسي نحاول أن تكون مقارباتنا السياسية ليست فقط خطب رننا وملتقيات ومؤتمرات وإنما أيضا حلول عملية قدمناها على أرض الواقع رأينا ضرورة المرور عبر بوابة المحاسبة للوصول إلى المصالحة قدمنا بمشروع قانون أساسي المجلس الوطني التأسيسي تتعلق بالمحاسبة وفيه رؤية كاملة لموضوع المحاسبة بما هي استحقاق هذه المرحلة رأينا أي ضرورة كشف الحقاق للشعب التونسي سميناها كشف الأرشيف نرى أن المكاشفة مصرحة الشعب بطيلة ما حدث في العقود الماضية وكيف بناء النظام السابق منظومة الاستبداد والفساد ومن ساهم في بناء هذه المنظومة أردنا أن نعارض للشعب أرشيف البنوك أرشيف الديوانة أرشيف البوليس السياسي أرشيف قصر قرطاج حتى نعرف الحقاب ونعرف الأدوار التي وزعت وعمليا قمنا بتقديم مشروع أيضا سميناه مشروع سيد أزاد هذه مشاريع وهذه مطالبات لكن على المستوى الإجرائي لا تحق من حد شيء لن نطرح سؤال طريقة أخرى واحد كان في الترويكا انطلق في الترويكا في الحكومة ثم فيما بعد ولا في المعارضة مش بش يكون هذا اللي كان في الحكومة ولا في المعارضة بالمقارنة مع اللي كان من لو في المعارضة لا يجب أنه حدد ما معنى المعارضة المعارضة في تونس والشعب التونسي يتتبعوا هذه المعارضة تعمل فقط على تعطيل الأوضاع تعطيل المسار تعطيل الاستحقاقات تعمل فقط على مزيد تعفين الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية السياسية الأمنية هناك صراع مشاريع مشروع الهوية ومشروع التغييب دخلنا في إطار صراعات إيديولوجية المعارضة عملت فقط على إسقاط الحكومة الحالية على إسقاط حركة النهضة بالذات في إطار تجذبات إيديولوجية بالأساس وفي إطار صراع محموم مفتوح على السلطة ضيعة حقوقات الثورة حركة وفاء لا تصنف نفسها في إطار هذه المعارضة الكرتونية كما سلميتموها نحن لا نعارض لأجل المعارضة ولا نعارض لإسقاط هذا أو ذاك نحن نريد بناء المساهمة في البناء نريد تقديم حلول عملية قمنا بتقديمها بالفعل سواء داخل المجلس الوطني أتاسيسي أو خارجه قامنا حوارات وحاولنا لمشتات القواء الثورية نحاول كما قلت أن نقول كلمة الحق دون حسابات حزبية دون حسابات سياسية والهم دون حسابات انتخابية نعلم أن هذا الخط السياسي هذه الرؤية وهذه المقاربات قد تفقدنا بالفعل الاستحقاق الانتخابي ولكننا مصرون على أن نواصل كما قلت في ذات المنهج لأننا نرى أن الثورة اليوم تحاكو ضدها عديد المخططات سواء من أساسة الذين يحكمون اليوم أو من قواء التي تسمي نفسها معارضة قبلنا بأنه حركة وفاة في المعارضة ثم معارضة فاعلة وثم معارضة نعمة هناك نجي ونشوف حركة وفاة البعض يصنفهم ضمن إطار المعارضة النعمة ونربط بالسؤال اللي قبله كيفاش ممكن نستنوه من أشخاص أطراف كانت منتمية للترويكا انفصلت وعملت حزب سميت روحها في المعارضة كيفاش ممكن أنها تكون معارضة فاعلة بالمقارنة مع المعارضة الفاعلة اللي انطلقت من البداية كما قلت أنت وطالبت بإسقاط الحكومة أولا هذا معناها يحسب لحركة وفاة والقيادات ومناظر حركة وفاة باعتبار أن ما يسعى له بقية الأطراف وما سميتمهم المعارضة وهي أساسا الوصول إلى السلطة بأي ثمن وحتى وإن كان هذا الثمن استحققات الثورة والشعب التونسي وما قامت من أجله الثورة التونسية نحن كنا فعلا في السلطة ولكننا ارتضينا الخروج لأننا رأينا أن القائمين على السلطة قد حادوا عن مصار الثورة وقد حادوا عن خط استحققات الثورة وما من أجله سكبت دماء الشهداء وأثرنا على أنفسنا أن نكون بالفعل في المعارضة بعد أن كنا في السلطة وهذا يحسب لنا لأننا ولن نكون طلاب كراسي كيف نكون معارضة وقد كنا في السلطة لم نكن في السلطة فقط وإنما عرضت علينا السلطة أيضا في مناسبتين في محاولة سيد حمد الجبالي حكومة الأولى ثم حكومة السيد علي العريض ودخلنا في مفاوضات ومشاورات وبرهنا بالفعل أننا لسنا طلاب كراسي بقدر ما نحن طلاب تحقيق ما كما قلت انتفض من أجله الشعب التونسي وهذا يحسب لنا كيف تمكننا أو ما هي آلياتنا نحن نعمل على عدد جبهات وعلى عدد مستويات لعل أهمها كما قلت المجلس الوطني التأسيسي نحاول أن نكون فاعلين داخل المجلس الوطني التأسيسي سواء في الجلسات العامة أو في اللجان أو بتقديم مقترحات ومشاريع القوانين وخاصة فيما يتعلق بالدستور باعتباره اللبنة الأولى التي من خلالها سنبني لأجيال وأجيال قادمة نحاول أيضا على مستوى المشهد السياسي أن ندخل في إطار تفاعل مع القواء التي نرى أن لها النفس الثوري والتي لم تتورد خاصة مع النظام البائد لكن هذا هو المفروض اللي تحكي فيه أنت المفروض ليس يقود الأفق السياسي مفتوح ليس يقود نوع من الانفراج اليوم نشعر بأنه تم اختناق على المستوى المسهد السياسي اختناق تسبب فيه المجلس الوطني التأسيسي كيف تسبب فيه المعارضة كيف تسبب فيه أطراف أخرى معناه هناك نترح السؤال بطريقة مباشرة أزاد بادي حركة وفاة وغيرها من الأحزاب الموجودة اليوم في المجلس الوطني التأسيسي الكل سبب من الأسباب المباشرة لاختناق المسهد السياسي اللي نعيشوه اليوم كيفاش أنت ترى معارضة قادرة على أنها تخرج المسار السياسي من اللي يعيشوا من اختناق اليوم نعم فاصل ثم نعود سيد أزاد كيفاش تشوف اليوم اختناق المسار السياسي حالة اختناق بأتم معنا الكريمة هي ليست حالة اختناق بأتم معنا الكلمة وإنما هي حالة التفاف على المؤسسات الشرعية للدولة هي حالة التفاف على نتاج الانتخابات وهي محاولة بالخروج من مربع الثورة واستحققاتها إلى مربع النظام البائد ويعاد السنساخه تحت مسميات جديدة وتحت أشكال جديدة المجلس الواطن التأسيسي قلنا منذ البداية أنه وقع تطويعه وتركعه وقلنا أن المجلس الواطن التأسيسي أصبح يزكي فقط سياسات الحكومة وأن دوره اقتصر على تمرير مشاريعها شكو نطوعه؟ طوعته أترويكا الحاكمة في طبيعة الحال ونقص بحركة النهضة التكتل والمؤتمر من الجمهورية لكن كانت ثم خلافات بين التكتل والمؤتمر وبين حركة النهضة نعم كانت هناك خلافات ولكن عندما يتعلق الأمر بالتصويت داخل الجلسة العامة أو بأداء المجلس الوطني التأسيسي لدوره كالرقابة على أعمال الحكومة كانت ترويكا تلتف مع بعضها في عمليات التصويت لأنها مشاركة في الحكومة وتريد تمرير هذه السياسات التي كنا نراها سياسات فاشلة وقلنا أنها سياسات خاطئة وقلنا أنها حكومة استمرار للنظام البائد لم تقطع مع المنظومة القديمة ولم تكن أيدي أساسة سواء في حكومة حمد جبالي أو علي العريض سياسة الثورة وحكومة الثورة لم تقطع مع النظام البائد وانتهجت نفس السياسات ونفس المقاربات ولم ندخل إلى حكومة السيدة علي العريض لأننا قلنا أنها سياسة استمرار وأنها حكومة استمرار ويكتشف الشعب التونسي اليوم أننا كنا على صواب وكنا على حق وأن هذه السياسات لن تؤدي بناء إلى ما يأمل إليه الشعب التونسي فقد وصلنا إلى هذا الإنسداد باعتبار وأن هناك صراع مفتوح ومحموم على السلطة الأكثر والأقل هذه المرحلة الأصل في الأشياء يا خي أنتم لم يكن تقرف الصراع هذا لم نكن تقرف ولا نكن تقرف قلنا أن هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس وأن التنافس السياسي يأتي بعد أن نضع قواعد اللعبة سواء في متعلق بالقانون الانتخابي سواء في متعلق بالدستور لم نصنف نفسنا معارضة منذ البداية هناك أطراف بفعل أرادت أن يكون المجد السياسي حكومة ومعارضة ونحن ندعونا منذ البداية إلى ديمقراطية تشاركية إلى عملية بناء يساهم فيها جميع الأطراف وأن يكون التنافس السياسي أو التفكير في صنديق الاقتراع بعد الانتهاء على الأقل من هذه المرحلة التأسيسية لكن أجد هذا قد يحسب ضدكم كيف يحسب ضدكم؟ أنه كان خوف كان ثم خوف من عودة القديم ورجع كان ثم خوف من عدم التزام السياسيين بعودهم وحصل وكان ثم حديث أيضا عن التفاف على الثورة وهذا اللي صار اليوم هذا يحسب لنا أطلقنا صيحات الفزع باكرا وأطلقنا صفارات الإنذار في حركة وفاء باكرا ودخلنا في مشاورات حتى مع بعض القواء أو الأحزاب التي نرى أن مازال فيها نفس طوري وكنا ننبه في كل مرة وحاولنا أن نغير المجد كما قلت بالوسائل التي ذكرتها لكن رأينا أن حلاوة الكراسي وحلاوة السلطة كانت أقوى من استحققات المرحلة واستحققات الشعب التونسيين هناك طرفين في الساحة السياسية هناك طرف أفرزته سندوق الاقتراع وتحصل على الأغلبية وشكل الحكومة وكانت له أيدي مرتعشة خوفا من فقدان هذه السلطة وكان هناك طرف مقابل يروم الوصول إلى السلطة ولكن ليس عبر سندوق الاقتراع لأنه يعرف حجمه في الساحة السياسية وأيديه مش مرتعشة لا نقول وأنا أيديه ليس مرتعشة ليس له وزن في الساحة السياسية ولكن له أطراف أجنبية له رجال أعمال تدعمه له وسائل إعلام كدهش معدوش له بالشكل هذي معناها عند وزن أكثر من اللي يحكم لا عندما نقول له وزن سياسي معناها نقول أنه عندما نذهب إلى صندوق الاقتراع ويختار الشعب التونسي معناها وقت نقول له هل ترى معناها عند وزن سياسي صندوق الاقتراع أكف الأصل لكن اليوم لكن اليوم نحن نحكيه اليوم هذه أبواق دعاية إعلامية هذا التضخيم سواء عبر وسائل الإعلام أو عبر بعض صبر الأراء الذي يطلع علينا من هنا وهناك فقط لتضخيم بعض الأحزاب الأطراف التي كانت فاعلة في نظام البائد في السابق تقدم نفسها اليوم على أنها المنقذة للبلاد والعباد أصبحنا لا نستحيء أن نشاهد في برامج في التلفزات الوطنية التي يمويلها المواطن التونسي بعرق جبينه أصبحنا لا نستحيء أن نرى البعض الذي يذكرنا بإنجازات بن علي وبإنجازات العهود البائدة البعض أصبح يتشدق بأنه المنقذ للبلاد والعباد بطبيعة الحال قلنا وهذا يحسب لحركة وفاء أن الثورة مهددة قلنا هذا منذ زمن بعيد وقلنا أن هناك مخطط لاسترجاع الزمن القديم وقلنا أن الحكومة يجب أن تكون حكومة طورة وحكومة قطع مع المنظمة السابقة يخي نتصوروا أنه عفواً على المقاطعة تصوروا أنه المحاولة أو الأمر يختصر على محاولة فحسب يخي العناصر القديمة والآلية القديمة ما رجعتش هذا ما نبهنا إليه عادت إيه لكن نرجع عادت ولكن تحاول العودة في أشواطها الأخيرة لم تعد 100% ولكنها تحاول الآن عبر ما يسمى بالحوار الوطني أي تحب تفهمني أنه ما هيش قاعدة تمسك على الأقل بعض الخيوط اليوم من المشهد السياسي لا تمسك بجل الخيوط والأسف كما قلت ارتعاش أيادي الساسة الجدد والقائمين على السلطة هم من فسحوا لها هذا المجال وهم من تركوا لها هذه الساحة هم من يريدون أن يضعوا اليوم أيديهم في أيدي النظام البائد كما قلت خوفا من فقدان السلطة وهذا سيسجلوا التاريخ ستكون النقطة السوداء في أحزاب الترويكا ولا أستكون هو ربما نمشي معاك في الاتجاه هذا فقط باش نضع نقطة على مسألة دقيقة تقول أزاد بادي جميع القوانين الثورية ركنت في رفوف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أنت عضو ونائب في المجلس الوطني التأسيسي كغيرك من الكتل الأخرى ومن المستقلين وغيرهم شكون اللي يركنها مش أنتم نواب المجلسة لا خلينا نكون واضحين ونسمي الأمور بمسميات أعطيك مثال قانون تحسين الثورة قانون تحسين الثورة هو من استحقاقات الثورة التونسية قانون تحسين الثورة هو استبعاد لرموز النظام البائد قانون تحسين الثورة وقعت مناقشته في الجلسة العامة بعد صراع المرير مع رئاس المجلس الوطني التأسيسي والعلي أقول مع الكتلة الأغلبية وأقصد قطلة حركة النهضة ومرر للجلسة العامة نوقش نقاشا عاما وصدقنا في الجلسة العامة على المرور إلى التصويت عليه فصلا فصلا يقبر اليوم هذا المشروع وفي ذلك مخالفة لكل النوميس السياسية والقانونية التي تحكم هذه المرحلة السياسية أراد التكتل وحركة النهضة أساسا استعمال قانون تحسين الثورة كورقة سياسية للضغط على بعض الخصوم السياسية أرادوا له أن يكون فقط سلاحا مسلطا على بعض الأطراف السياسية يقع إخراجه من أدراج السيد مصف بن جعفر ما تشاء ويقع تسويق له في وسل الإعلام ما تشاء ويقع إرجاعه إلى ذات الدرج ما تشاء وكما قلت في ذلك مخالفة صريحة ماذا فعلنا؟ نحن نضغط اليوم على مكتب المجلس نضغط على رئاس المجلس الوطني التأسيسي حررنا لائحة أو عريضة أمضى فيها عديد النواب لضرورة مناقشة هذا القانون نستعمل المنابر الإعلامية لتذكير بذلك ودعونا إلى ضرورة أن نواصل النظر فيه في جلسة عامة وما على الأطراف الرافضة لهذا القانون إلا أن تصوت ضد هذا القانون في جلسة عامة يتحمل كل طرف فيها مسؤوليتها التاريخية إلى جانب قانون تحسين الثورة هناك قانون العدالة الانتقالية الذي لم نعد نسمع له أثر في حديث أساسة اليوم يراد قبر قانون تحسين الثورة ويراد قبر قانون العدالة الانتقالية يراد في كلمة واحدة طي هذه الصفحة صفحة الثورة يراد القفز على المحاسبة بكل آلياتها وتفاعلاتها وتمظهراتها للمرور مباشرة إلى المصالحة المصالحة هي أن يضع الساسة الجدد أيديه في أيدي النظام القديم لكأن الثورة لم تحدث في تونس ولكأن دماء لم تسكب على هذه الأرض الزكية هذا يفسر تقريبا التراجع عن التعديل اللي يقع فيما يتصل بالنظام الداخلي في المجلس هذه فضيحة سياسية أخرى تضاف إلى هذه الفضاعة السياسية التي يسجلها التاريخ والتي من أجلها ستلعلنا أجيال وأجيال لأننا نتحمل المسئولية التاريخية ونتحمل الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة بالذات هذا ما حدث هو مهزلة ومسرحية وقلتها بصراحة هي صفقة عقدة خارج أسوار المجلس الصوات التأسيسي عقدها أساسا السيد نصر بن جعفر بين الكتلة الديمقراطية كتلة حركة النهضة وكتلة التكتل وأقصية منها بقية الأطراف المعارضة لذلك الصفقة موضوعها هو أن تتخلى حركة النهضة عن هذه التعديلات في مقابل رجوع نواب التكتل ورجوع نواب المعارضة للأسف أردنا التسريع في الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية وغلق هذا القوس التنقيحات وخاصة الفصل 3679 مداره هو أن لا يعلق المجلس الصوات التأسيسي من جديد وأن نحافظ على حضور النواب أي أن لا يستعمل الغياب والانسحاب كسلاح لتعطيل أعمال مجلس الصوات التأسيسي وما في ذلك إلا تسريع الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية ينتظر المجلس الواطن التأسيسي الدستور قانون الهيئة العلية المستقلة إنشاء الهيئة العلية المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي لننتهي من هذا يجب أن نحصن المجلس من كل تعليق أو من كل غياب النواب يبدو أن المجلس تحصن ضد كل الأشكال التي دعالها منذ البداية خلينا نقول أن هناك سوء نية واضحة في أن يقع تعليق أو تعطيل أعمال المجلس الواطن التأسيسي فقط لأن هناك نية لتمطيط هذه المرحلة الانتقالية في الكاوليس اليوم يقع الحديث عن مرحلة انتقالية ثالثة لا تقل عن السنتين في الكاوليس اليوم يقع الحديث عن فشل الحوار الوطني والاستعار عن حكومة التكنقراط بحكومة وحدة وطنية في المجلس الوطني التأسيسي يقع الحديث اليوم على مزيد التمطيط ومزيد التعطيل فقط لأن هناك أحزاب تخشى الانتخابات تخشى الذهاب إلى صنديق الاقتراع لأنها تعرف كما قلت حجمها في العملية الانتخابية أو المنافسة الانتخابية فمن مصلحة عديد الأحزاب تمطيت هذه المرحلة ولكن للأسف يكون هذا كله على حساب المواطن التونسي على حساب الأوضاع الاقتصادية، الوضاع الأمنية، الوضاع الاجتماعية معناها على حساب كل الاستحقاقات الوطنية أقول أن أنانية النخبة اليوم، أنانية الأحزاب الهوس بالوصول للسلطة وبالحصول على الكراسي يفقد للأسف الاستحقاقات الوطنية لكن سيد أزاد هنا كي أنه توا ما ثماشي كتل فاعلة في المجلس التأسيسي غير كتلة النعضة مع أنه ثم تحولات طرقة على الكتلة هذه وآخر مظهر هو كتلة أنتم ترف فيها اللي هي كتلة سيادة الشعب والكتلة هذه قيلة عنها الكثير وقيلة أنها سوف تكون بمثابة الثقل اللي يصنع التوازن داخل المجلس نتابعوا في التقرير هذا اللي عدت هنا زميلة بهير العوجي حول عملية تشكيل الكتل داخل المجلس النيابي وتحولها وآخرها كتلة سيادة الشعب يتضمن المجلس الوطني التأسيسي كتل نيابية وفق ما ينص عليه الفصل التاسع عشر من القانون الداخلي للمجلس وتتمثل في كتلة حركة النهضة المتكونة من تسعة وثمانين عضو ويرأسها الصحبيعتيك الكتلة الديمقراطية تضم ثلاثين عضو ويرأسها محمد الحمدي كتلة المؤتمر تضم ثماني عشرين عضو ويرأسها سمير بن عمر كتلة حزب التكتل تضم ثلاثين عشرين عضو ويرأسها المولدي الرياحي كتلة الحرية والديمقراطية تضم ثلاثة عضو ويرأسها عبد المنعم كريد كتلة الحرية والكرامة تضم ثلاثة عضو ويرأسها أحمد نجيب الحسني كتلة العارضة الشعبية تضم ثلاثة عضو ويرأسها محمد الحمدي ولرؤساء الكتل مسؤوليات في مستوى خطط مساعد رئيس المجلس وفق ما ينص عليه الفصل 18 من القانون الداخلي للمجلس وعملية الاختيار تمت وفق الفصل 19 من القانون الداخلي أي بطريقة التمثيل النسبي للكتل التي تعطي للكتل الأكثر تمثيلية الأولوية في الاختيار في بداية مشوار المجلس الوطني التأسيسي كانت هذه الكتل ممثلة في المجلس إلا أن البعض منها من محل وظهرت عوضها كتل جديدة من قبيل تيار المحبة وحركة وفاء والتي تعرف باسم الوفاء للثورة ويترأسها عبد الرؤوف العيدي وتهدف إلى معالجة الأزمة السياسية والإنفتاح على جميع القوى الديمقراطية لتحقيق أهداف الثورة على حد تعبير رئيسها هذا إلى جانب تكوين ائتلاف نيابي جديد تحت اسم ائتلاف سيادة الشعب ويضم أكثر من 30 نائب لتكون بذلك ثاني أكبر كتلة صلب المجلس الوطني التأسيسي بعد كتلة حركة النهضة وتضم نواب من كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية ونواب غير منتمين إلى كتل وآخرين مستقلين ومن أهم مبادئ هذه الكتلة الغاية هي توحيد شتات بعض النواب والمجموعات والكتل في إطار توحيد مقاربات ورؤاء تقتضيها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد خاصة وأننا نعلم جميعا أن محطات فارقة تنتظر المشهد السياسي التونسي وتنتظر المجلس الوطني التأسيسي يضاف لها بشكل متوازي مخططات خبيثة انقلابية كثرة الكتل في المجلس الوطني التأسيسي خاصة في ظل القانون الذي ينص على ضرورة أن تتكون الكتلة من عشر نواب فيما فوق جسد حركة تنقل للنواب من حزب لآخر ومن كتلة لأخرى مما أثار ردود فعل كبيرة باعتبار تنقل النواب وانشقاقهم عن أحزابهم يندرج في باب الخيانة الوطنية وجريمة في حق الناخبين وتنقل للقسم والأمانة التي وضعها فيهم الشعب على حد تعبير صوت الفلاحي كتلة ائتلاف سيادة الشعب تقول أنها أكبر كتلة بعد كتلة النهضة شا عمث الكتلة هذه؟ خلينا نكشف بعض الحقائق ونفضح بعض الممارسات النواب الذين علقوا ونسحبوا من المجلس الوطني التأسيسي قالوا أن المجلس الوطني التأسيسي اشتغل بمنطق المغالبة اشتغل بمنطق الديمقراطية العددية وفرض الأغلبية رأيها على الأقلية وقالوا أن المرحلة تقتضي الديمقراطية التشاركية وتقتضي حوار وتقتضي توافق وقالوا أن فشل المجلس الوطني التأسيسي يعود أساسا إلى منطق فرض الأغلبية راهعة على الأقلية ما يحدث اليوم أنه بعد أن أصبح أعداء الأمس أصدقاء اليوم أصبحوا يستعملون ذات المنطق الذين من أجله علقوا ونسحبوا أي منطق الأغلبية منطق المغالبة في تمرير ما يريد علينا من الحوار الوطني إذا كانت هذه هي آلية عمل المجلس الوطني التأسيسي رأينا أننا مشتتون لن يكون لنا قيمة ولن يكون لنا وزن داخل المجلس الوطني التأسيسي هناك مجموعات نيبية وهناك كتل عددها قليل وهناك عدد كبير من النواب الغير منتمين لكتل والمستقلين أردنا أن نجمع هذا الشتات وأن نكون تقل داخل المجلس الوطني التأسيسي وتمكننا من ذلك باعتبار أن ائتلاف سياد الشعب يمثل اليوم القيمة العددية الثانية داخل المجلس الوطني التأسيسي طبيعة الحال لنا أطراف تتفاعل معنا وتتعامل معنا وإن كانت لا تنتمي إلى هذا الاتلاف ولا علي أذكر طيار المحب هناك أيضا عديد النواب المستقلين الذين لم ينضموا بعد إلى الاتلاف والذين نحن في مشاورات جدية معهم ونأمل أن يلتحقوا بهذا الاتلاف ولكنهم أيضا ينسقون معنا في كل المواقف المقاربات على العموم نحن نأمل اتلاف سيئة الشعب ينضوي تحته اليوم 36 نائبا هو القوة الثانية داخل المجلس الوطن التأسيسي نأمل أن يصل هذا العدد إلى أكثر من 45 نائبا وفي كل الأحوال إذا كانت المرحلة القادمة هي مرحلة التوافقات داخل المجلس الوطن التأسيسي في كل الاستحققات المستقبلية إذا كانت المرحلة القادمة هي مرحلة ليست مرحلة تصويت آلي على كل ما سيقدم للجلس العامة وإنما توفقات بين رؤساء الكتل والمجموعات النيابية إذن لا يمكن أن يمرر أي شيء داخل المجلس الوطن التأسيسي دون أن يقع التوافق مع التلاف سيئة الشعب ما حدث في المرة الأخيرة ما حدث في المرة الأخيرة هو صفقة طبخت وحاولنا أن نفضحها وأن نفضح الممارسات والخلفيات التي تقف وراءها وازدواجية هذا الخطاب أنا أقول لك أكثر من هذا هناك مخطط ثاني يراد تمريره من خلال المجلس الوطن التأسيسي ونبه له منذ الآن وهو أن يقع تشكيل حكومة وأن يقع إطلاق يد هذه الحكومة في كل المجالات أي أن تكون حكومة دون رقيب ولا حسيب المجلس الوطن التأسيسي يراد صحب آلية الرقابة على أعمال الحكومة لتفعل هذه الحكومة ما تشاء يخي اليوم ما تسحبش من تحت المجلس التأسيسي بساطة يخي لجلة الحوار الوطن اللي يوم ما تتمثل هي عندها صلاحية بين ظفرين أقوله صلاحية أكثر من اللي عنده المجلس الوطن التأسيسي هناك انقلاب تشريعي يوعد في الأفق انقلاب تشريعي عبر الفصل 215 من النظام الداخلي والفصل 19 من تنظيم مؤقت للصلاة العمومية الدستور الصغير لهذه المرحلة الفصل 215 يتعلق بالأسئلة الشفاهية والكتابية المقدمة للحكومة لأعضاء الحكومة وهي أهم أليات الرقابة على أعمال أعضاء الحكومة والفصل 19 تعلق بالنصاب الذي يجب توفره بالنسبة لسحب الثقة عن الحكومة يراد الترفيع في النصاب من 50 زائد واحد إلى الثلاثين وهي عملية صعبة جدا أي أنه يراد أن لا يقوم المجلس الوطن التأسيسي بسحب الثقة عن الحكومة ويراد أن يصحب أيضا منه آلية تقديم الأسئلة الكتابية والشفاهية بما هي المسائلة أو مسائلة الحكومة المضحك والغريب في هذا وأن الأطراف التي دافعت وبشارسة والأطراف المعارضة التي دافعت وبشارسة على تعديل تنظيم مؤقتل الصورة العمية قبل المصادق عليه في جلسات عامة وتابعنا مظاهرات ومسيرات واحتجاجات وقالوا أن حكومة تدخل بـ 50 زائد واحد تخرج بنفس النصاب اليوم نقص الأطراف التي كانت تدافع على هذا المنهج الديمقراطي السليم تريد أن تغير وأن ترفع في النصاب أقول أن المنظومات القانونية وتطويع القوانين وتطويع الدستير والمصلحة الوطنية كلها فداء المصلحة الحزبية وكلها فداء إسقاط الحكومة الحالية وكلها فداء الوصول للسلطة عن طريق مخالف لصنديق الاقتراع الذي تقتضيها الديمقراطية وإن كانت الحكومة قابلة بذلك الحكومة قلنا أن يديها كانت مرتعشة وأنها ازدادت ارتعاشا عقدت صفقات في فرنسا وفي الجزائر الكل تتبع لقاء السيد رشد الغنوشي بالبيجي قاية السبسي ويعلم الجميع أن المطبخ السياسي التونسي غادر حدود الوطن هناك أجندات أجنبية لكن عايش تسميها صفقات سيدنا ماذا نسميها غير ذلك علش ما يكونش شكرا أشكال التوافق اللي ممكن أن يجربين برشة أحزاب ربما ما كنتوش أنتم طرف فتوافق هذا هنا أسأل سؤال بسيط وأترك المواطن التونسي يجيب عليه هل قامت ثورة في تونس أم لا إن كان الجواب بنعم قامت ثورة في تونس إن كان الجواب بنعم هناك دماء شهداء سكبت على هذه الأرض الطاهرة فسؤالي التالي هو ضد من قامت هذه الثورة قامت هذه الثورة فقد ضد ابن علي رأسا للنظام أم قامت ضد نظام هجر هذا الشعب وفقره طيلة عقود وعقود طبيعة الحال قامت الثورة ضد هذا النظام الذي همش وفقر وسرق ونهب وقتل واستبدأ وقامع لكن هنا أنتم سمحني أنتم السياسيين هنا ما كنتوش أمناء على الثورة هذه بعض معنى إذا كانت وقبلنا بمنطقة أنها ثورة بالمعنى التي تحكي عليه أنت أنتم مسؤولون أمام من أمام هؤلاء الذين انتظروا منكم الكثير نعم فشنو يتحقق جل الحكومة جل السياسيين جل الحزاب السياسية الغالبية الأغلبية الساحقة منها نعم لم تكن أمينة على هذه الثورة ولم تكن أمينة على هذه الدماء نحن حاولنا ونقول أننا نجحنا إلى حد ما في أن نكون بالفعل أمنا في أننا لم ننخرط في هذه الحكومات التي تعاقبت والتي مثلت خيانة وطعنة في ظهر الثورة التونسية لم نتوانى لحظة داخل المجلس الوطن التاسيسي على عقد صفقات لم نعلي المصلحة الحزبية لم نعلي المصلحة الانتخابية ونحاول أن نكون ضمير هذه الثورة قد تكون لنا من الوسائل القليل ولكن على الأقل نحن نجتهد ومن اجتهد وأصابه فله أجران شنو اللي يتبقى بالنسبة لحركة وفاة بالنسبة المعارضة اللي تعتبر نفسها أن معارضة بناءة شنو اللي يتبقى أنها تقوم به في الظرف هذاية في المسار الانتقالي من أجل أنه على الأقل تحقق البعض من كثير لم يتحقق للناس لعموم الناس نعم أولا سنحاول ونحن نقوم بذلك بالفعل أن نفضح كل هذه الممارسات السياسية نفضح كل الصفقات التي تعقد في الغرف المغلقة والتي تعقد بعيدا عن وسائل الإعلام سنطلع عنها الشعب التونسي واحدة بواحدة يسمحني سيدة زادة هنا نعم مرة أخرى نقاطعك الناس تقول لك خليت تعقد صفقات خليت تعقد اتفاقات خليت تعقد ما تريد أن تسميها لكن المفيد أنا خرجني من الوضعية اللي قاعد موجود فيها بشكل أوبي آخر الناس فدت من مثل هالحديث حتى في البلاتوات لاي خنكون واضحين هاي خنكون واضحين هاي توى ينخرط الجميع فيما يسمى بالحوار الوطني ويعيب علينا الجميع أننا نشارك في هذا لكأننا ضد التوافقات والحوارات نحن قلنا منذ البداية أن هذا الحوار ولد ميتا أن هذا الحوار ولد يحمل بذورة فناية أنه حوار من دون مضامين وأن مداره تقسيم الغنيمة بما هي السلطة من جديد وقد وقفنا على هذه النتيجة أضعنا على الشعب التونسي أربعة أشهر اليوم ننتظر فقط من أطراف الحوار الوطني أن تكون لها الشجاع لتخرج للشعب التونسي لتقول له يا شعبنا العزيز أضعنا أربعة أشهر في اختيار رئيس حكومة في محاولة إسقاط الحكومة في انتظار أن تصرح الحكومة باستقالاتها وقد فاشلنا اليوم في ذلك وسننظر في سيناريوات أخرى وماراتونات أخرى من الحوارات التي لم تفضي مجددا لشيء فقط لأنه حوار مداره الصراع على السلطة كما قلنا أنا نحب أن أقول أن الأربعة أشهر التي مضت كنا قادرين على إتمام الدستور وقد كانت لجنة توافقات في آخر محطاتها قد كنا انتهينا من تركيز الهيئة العالية المستقلة للانتخابات من القانون الانتخابي ولكننا الآن بصد الإعداد الجدي للانتخابات أربعة أشهر مضت لم يتحقق شيء تعفنت الأوضاع في إطار ما يسمى بالحوار الوطني يمهل الجميع يوم يومين 24 ساعة اليوم يقول الجميع أن آخر أجل هو يوم الاثنين للتوافق حول رئيس حكومة في توفق بكبير الحال ما كنتم فيه طرف لأنك خاطر اللي يسمعنا هنا على الأقل اللي ورد مؤخرا هو أنه 97 نايب من مجلسة التأسيسي ساغوا عريضة أمضوا فيها وهزوها للسيد أحمد المستيري من أجل أنه يترشح رئاس الحكومة هذا في بالي قمت به لا لم نقم به قام به بعض النواب 79 نايبا لم ننبي على هذه نخرج في الوسائل 97 نعم نواب حركة وفاة لم تنبي على هذه العربية نحن لا نناشد أحدا ولا نتجه لأحدا في إطار أجندات حزبية للمناشدة كما قلت للقبول بترأس الحكومة التونسية حركة وفاة لها مبادرة جدية سيقعوا الإعلان عنها في مطلع الأسبوع القادم مبادرة عملية لها عنوين واضحة ومحددة للخروج من ما يسمى أزمة فقط أريد أن أقول أنه يراد خلق هذه الويصاية على المجلس الوطني التأسيسي حتى تمطط هذه المرحلة وحتى تعطى للأحزاب التي لم يخترها الشعب التونسي أصلا المبادرة هذه المبادرة تأسيسية والمبادرة عن مسار حكومي أو ماذا تخص؟ كل ما أستطيع أن أقوله أنها مبادرة لها ثلاثة عنوين كبرى المسار الحكومي المسار التأسيسي والمسار التشريعي معنى هل قاعد يتحاول حول لجنة الحوار الوطني وأطراف الموجودة في الوطني؟ المبادرة هذه مش تتصور أنه مش يقع القبول بها بمثل هذا الشكل؟ إذا كانت هناك مبادرات جدية أخرى فليتفضلوا بها غير هذا الحوار الوطني الذي فشل لا معناها أنتم مش قد مبادرة حبيت نعرف هي مبادرة تنظاف المبادرات الأخرى ومبادرة فيها فارق نوعي من شأنه أنه يجمع ما يفرقش لا هي مبادرة تجميعية بطبيعة الحال وهي فيها استخلاص من كل ما حدث نحاول من خلالها جمع شاتات الفرقاء السياسيين ونحاول من خلالها إعطاء البديل الذي كما نراه في حركة وفاء هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة لا نريد القفز على استحققات المرحلة لا نريد القفز على المؤسسات المتخبة والمؤسسات أشرعية للدولة ولكن نريد أن يجتمع الجميع حول مضمون يكون بعيد على محاصصة حزبية ويكون بعيد على هذا التلهف المفرط للسلطة معناها مبادرة فيها تشكيل حكومي ورئاسة حكومة وفيها اقتراح فيما يتصل بعملية المسار التأسيسي وفيها أيضا حل لما تواجهه لجنة الفرز فيما يتصل بهاء العليا المستقلة للانتخابات هي لجنة الفرز لا تواجهه مشكلة فيما يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات هناك حلول عملية يمكن القيام بها ولكن هناك كما قلت فقط إرادة سياسية غائبة أي معناها أنتم في السياق هذية عندكم تشكيل حكومي حاضر؟ ليس تشكيل حكومي وإنما نحن نريد أن نبتعد على منطق المحاصصات لي واضح معناها ما ثماش محاصصات حزبية لكن عندكم مقترح فيه تشكيل حكومي يبتعد عن المحاصصة الحزبية يمكن أن يرضي جميع الأطراف إذا كان ثم إرادة سياسية واضحة معناها بالنسبة لكم مقترحكم فيه تشكيل حكومي مصار حكومي مصار تأسيسي ومصار تشريع معناها من شأنه أنه يوضع حد للجدل اللي قاعد واحدة بحول الله نرجو ذلك نتمنى ذلك بصدق معناها لأنه المبادرات شفناها ياسر لكن على مستوى إجرائي ما تحققش الشيء الكثير ما تحققش الشيء الكثير كما قلت لأن تقريبا هناك إرادة لحصر الصراع وحصر المرحلة في محاصصة حزبية فيها يعادت اقتسام السلطة يعادت اقتسام الغنيمة الأكثر ولا قد هي الاقتسام لابد أن يكون بشكل أو بآخر معناها الاقتسام مشين لو مشين لو وسنرى ذلك تبقى الطريقة الطريقة ويبقى المضمون يعني لا أحد يتحدث على المضامين على البرامج خطر ما ثم حتى واحد عنده مضمون وعنده برامج ما ثم حتى واحد عنده مشروع موجودة برامج قد يجتمعوا حولها كيفة شعب تونسي وبسيطة جدا فقط أن تتوفر الإرادة السياسية الصادقة والنازية والتي تنظر إلى مصلحة الوطن لا إلى مصلحة الأحزاب تون حاولوا نستوضح النقطة هذه بعد الفاصل هذا سيد أزاد أرجو أن أحصل على إجابات موجزة حول بعض العنوين تدخل في إطار توضيح مثل هذه المشايع أول عنوان المجلس الوطني التأسيسي اليوم المجلس الوطني التأسيسي هو السلطة الأصلية الشرعية يراد خلق وصاية على المجلس الوطني التأسيسي سنتصدد ذلك وسيظل حامل الأمانة في هذه المرحلة الدقيقة فقط يجب أن يواصل المجلس الوطني التأسيسي عمله بكامل الصلاحيات التأسيسية التشريعية وأعمال الرقابة للحكومة إلى حين انتخاب مجلس النيابي جديد مع رفض كل وصاية عليه من أي طرف كان الترويك الترويك هي حلم شعب تونسي تكسر على واقع السلطة وحلاوة الكراسي لجنة الحوار الوطني أكبر مغالطة سيكتشفها الشعب التونسي والمواطنون التونسيين لجنة التوافق الوطني هي لجنة لإعادة اقتسام غنيمة اسمها السلطة نداء تونس نداء تونس هو إعادة الزمن القديم بمسمى جديد النهضة النهضة هي حكومة أيدي مرتعشة وستتحمل المسؤولية التاريخية في ضياء استحققات الطورة التونسية ودماء الشهدات التونسية الجبهة الشعبية الجبهة الشعبية ثلاثة نقاط وبدون تعليق قانون تحسين الثورة قانون تحسين الثورة واستحقق هذه المرحلة وإما أن نمرره وأن يقع المصادق عليه ونكون حققنا مكسب من كاسب الثورة وإما أن يمرر على الجلسة العامة وأن تصود الأطراف التي تستعمله كوارقة سياسية برفضه وتتحمل مسؤوليتها أمام المواطن التونسي وأمام التاريخ ترشيح السبسي لرئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية حلم لن يتحقق إلا في أذهان أصحابه وإذا تحقق على تونس السلام حديثة اعتقال الصحفي الاستقصائي مهارزيت في الحقيقة تعام بميكيالين ليس فقط مع الصحفيين مع الصحفيين مع السياسيين مع رجال الأعمال مع الأحزاب السياسية الحكومة تنتهج سياسة الترضيات سياسة الكيل بميكيالين سياسة السكوت عن هذا الملف والتهديد بهذا الملف وتمرير هذا الملف فقط تقول أن المصالح الانتخابية المصالح الحزبية هي من يحرك المشهد السياسي اليوم على حساب مصلحة المواطن وعلى حساب مصلحة المواطن من يكون أكثر دقة هناك من الصحفيين من وقف إلى جانبه سياسيين وقفة كبيرة من الصحفي واحد أكثر من الصحفي بينما مهارزيت لم نجد أثر لأي مساندة من أي طرف سياسي قطع النظر على المساندة الأعلامية ومساندة وغيرها وغيرها لا نحن في لجنة مساندة الصحفي مهارزيت وأنا أعضو في هذه اللجنة ولكن ليست هناك إرادة جدية في النظر لهذا الملف بعيد عن حسابات السياسية هذا الملف فيه عدة خفايا وزوايا مظلمة مثله كبعض الملفات الأخرى وكما قلت الحسابات السياسية التي تحرك هذا الملف وتحرك عدة ملفات أخرى نعطيك مثال آخر على سياسة المكالين هناك مثلا البغطي والقلي رحمه الله توفي إضراب جوع في السجون التونسية لم يحرك لا المجتمع ولا الساسة ولا الأحزاب ساكن لذلك في حين أن إضربات جوع أخرى حضيت بالهالة الإعلامية والإحاطة الطبية وفي ذلك أكبر دليل على أن في تونس اليوم أصبح هناك مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية ومواطن درجة ثالثة أن القانون يطبق على هذا ويطبق على ذلك وأن الزمن التعذيب وزمن الدكتاتورية وزمن وقد الأحريات أصبحنا نرى بذوره في حكومات الطاورة للأسف الرئيس المرزوقي يصدر كتاب منظومة الدعاية تحت حكم بن علي كتاب الأسوت جميل أن يكون لنا رئيس دولة مفكر ويصدر كتب ولكن الأجمل أن يترك هذه الكتابات إلى حين أن يتفرغ لذلك اليوم هو رئيس دولة وتونس تمر بمرحلة دقيقة هذا رجل الحقوقي لا نراه يقدم أشيء الكثير في هذه المرحلة بالذات نعلم أن في النظم البرلماني أو النظم المجلسية التي لا يكون فيها لرئاسة الجمهورية أو لمؤسسة رئاسة الصلاحيات كبيرة في الأوضاع العادية يكون هو رجل الدولة في أوقات الأزمات الدكتور مصف المرزوقي للأسف لم يتمكن من أن يلعب الدور التاريخي في هذا الوقت بالذات كان يجدر به أن يكون الشخص أو الطرف أو المؤسسة التي تجمع الفرقاء السياسيين والتي تحاول الخروج بهم من هذه الأزمة التي نترددها لكن سيد أزاد هناك عديد المواقف التي قدمها الدكتور المرزوقي وكانت فارقة بالنسبة للمرحلة انتقالية التي نعيشها ما يجب حتى تونسي ينكر المواقف الفارقة التي قام بها الدكتور مصف المرزوقي الحقوقي الحقوقي لكن الرئيس الجمهورية أنا أسأل الحقوقي فيه وليس رئيس الجمهورية أين هو من عودة التعذيب داخل السجون التونسية أين هو من عودة الممارسات البوليسية أين هو من نعرف أنه رئيس شرف الحزب المؤتمر من الجمهورية الذي ينادي بالقطع مع المنظومة السابقة نرى أنه يبارك إعادة استنساق الزمن القديم أنه يبارك إعادة المنظومة البائدة نتذكر أنه في المشاورات وعندما كنا في المؤتمر الجمهورية كان وجود الحبيب الصيد في الحكومة خطا أحمر كان المؤتمر بالنسبة له الخط الأحمر هو أن يشارك الحبيب الصيد في الحكومة ولكن كما قلت حلاوة الكراسي جعلت منه يقبل بمستشارا لدى رئيس الحكومة ولا مستشارا أو غير ذلك لدى وزير الداخلية للأسف دكتور مصر مرزوقي أضاع على نفسه وعلى الشعب التونسي فرصة تاريخية في أن نرى رجل الدولة بالفعل قادر على أن ينأى بنفسه عن الحسابات الحزبية الضيقة وقادر على أن يسير بتونس إلى بر الأمان رغم الصلاحيات القليلة التي لديه وأنا خلينا نتكرف في كلمة قالها دكتور مصر مرزوقي قبل أن يتوجه إلى قصر قرطاج عندما كنا في كتلة المؤتمر وكنا نعارض أن تكون لرئيس الجمهورية تلك الصلاحيات قال أستطيع بقدرتي وبكفاءتي وبما أستطيع أن أقدمه أن أفعل الكثير بصلاحيات محدودة أتوجه له عبر هذا المنبر وأقول له أنك إلى حد الآن لم تفعل شيئا كما وعدتنا ننتظر على الأقل أن يراجع حساباته السياسية وأن يقدم لتونس والشعب التونسي القليل مما وعدنا به لكن هناك ما يقال من أنه أنقذ عديد الوضعيات عديد الأزمات أنقذها بنوع من المواقف التي انتشلت على الأقل بعض الأوضاع السياسية من تفاقم كان يمكن أن يكون كارثي في بعض الأحيان أحيان أوضاع ممكن أن تكون كارثية أكثر مما تشهده السحة الأمنية اليوم أكثر مما تشهده أوضاع السجون والسجناء الوضع الاقتصادي وقفة الزوالي والتنمية المعطلة أعلى ذكر الوضع الاقتصادي هذا صندوق النقد العربي يمنح تونس قرضا بقيمة 147.4 مليون دولار أمريكي الله هذه طلبنا منذ البداية على وضع خطة كاملة ومراجعة التداين وغراق تونس في الديون التي لن يدفع ثمنها أجيال اليوم وإنما أجيال الغد للأسف أسهل طريق هو الاقتراض وتغرق تونس اليوم بالديون باعتبار أن الأزمة أصبحت خانقة نخشى أن يكون ذلك حل آني ولكن أن يدفع الأجيال القادمة الأخطاء التي نقوم بها اليوم جيب المواطن وجيب السياسي جيب المواطن أصبح المنسي اليوم في خطاب السياسيين وفي برامجهم جيب المواطن اليوم أصبح أتعس مما كان عليه قبل الثورة التونسية المواطن التونسي اليوم أصبح يرى أن الثورة ضعت وأن التضحيات ذهبت أدراج الرياح هو جيب السياسي والله جيب السياسي هناك نوع من التضخيم فيما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق على الأقل بمسألة الأجور ومسألة فقط أنا بالنسبة لجيب السياسي لم أتحدث عن نواب المجلس الوطني التأسيسي أتحدث عن السياسي بشكل عام جيب السياسي خليني يكون واضح معاك وصريح اليوم دخل المال الفاسد وأصبحنا نرى رجال أعمال فاعلين في الحياة السياسية ومؤثرين حتى داخل أحزاب سياسية يحاولون ملء جيوب رجال السياسة لإما الإفلال من العقاب أو لتمرير أجندات أو أنهم هم في حد ذاتهم آدات لأطراف أخرى معنا جيوب السياسيين مليانة اليوم والحمد لله الله أعلم ما فركستاش تو هذا اللي معنا قلت أن هناك بالفعل مال فاسد وكم كبير من الأموال التي تضخف الساحة السياسية ولبعض الأحزاب السياسية ونحن في هذا الإطار طلبنا ونتقدم بمشروع قانوني تعلق بتمويل الأحزاب السياسية باعتبار أن هذا المال الفاسد قد يفسد كل الحياة السياسية التونسية تصعد وطيرة الإضرابات شهرين نوفمبر وديسمبر تصعد وطيرة الإضرابات في الحقيقة منذ أشهر وأشهر في سنة واحدة أكثر من 32 ألف إضراب لكن بالتحديد توفي شهرين نوفمبر وديسمبر هناك وطيرة تقريبا لم نشهدها على امتداد ما يقارب السنة قد أجاب عن ذلك الأمين العام للاتحاد العام تونسي الشغل صراحة قال أن هذا انذار لرجال السياسة وللأحزاب السياسية وقال أن هذا فقط مجرد ورقة صفراء قبل أن ترفع الورقة الحمراء في وجه السياسيين ونحن نقول لكأن الإضرابات وتعفين العمل على تعفين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة وزر لدى الاتحاد العام التونسي للشغل يضغط عليه ما تشاء للحصول على مغانم أو مكاسب سياسية أو لتوجيه الملاشد السياسي في اتجاه دون آخر نقول رفقا بتونس ونقول اتقوا الله في تونس وفي الشعب التونسي لأنه إن غرقت السفينة لن يبقى هناك لا حسابات سياسية ولا أحزاب سياسية وسيذهب الجميع بدون ستنا وهذا ما لا نتمنى بالعكس هذا ما لا نتمنى نحن المفروض أنه جميع الأطراف تعمل فتشاه واحد ويبدو أنه ثم لحظات انفراج من جموش نسكرها قدامنا لا نحن دائما سلاحنا الأمل ورؤيتنا دائما رؤية مليئة بالأمل فقط نرى أن كل ولادة تسبيقها عسيرة لازم تكون عسيرة ويسبيقها لحظات ألم بالفعل ولكن متيقنون أننا قادرون على النائب بتونس من سيناريوات كاريثية بدأنا نستمع إلى بعض تصريحات أساسة أمريكيون يتحدثون على استعداد أمريكا لمساعدة تونس في حربها على الإرهاب ونعلم ما تقصد أمريكا عندما تريد أن تساعد دولة على حربها على الإرهاب هناك سيناريوات كاريثية تعدي تونس ولكن لا نتقى في أن الشعب التونسي أذكى من نخبه وأن الشعب التونسي قادر على حماية هذا الوطن مثل ما استطاع الشعب وليست النخبة تحرير تونس من استبداد طالة لعقود وعقود والإطاحة بنظام كان الجميع يرى أنه من الاستحالة لإطاح به وقادر بالفعل على أن يلقنا الساسة والأحزاب السياسية درسا جديدا نتمنى أن لا يطول انتظارنا لأن يمسك الشعب التونسي من جديد بزمام الأمور لأن الثقة فقدت بالفعل في السياسة وفي رجال السياسة نتمنى أن نصل إلى هذه السيناريوات الكاريتية فقد أتوجه إلى رجال السياسة برجاء لم أقل بدعوة التخلي عن هذه الأنانية المفرطة والنظر إلى مصلحة الوطن والاستحقاق الانتخابي والكراسي ستأتي في إطار استحقاق الانتخابي في إطار هذا السراع المحموم الذي سيضيع كامل الوطن سيد أزاد سنأتي إلى الركن الأخير من هذا اللقاء وهو المتصل بأسئلة للضعيف وشاهدها ثم تجيب عن كل سؤال بإجاز عندك شي سويد تحب تطرحوا الناب في المجلس الوطني التأسيسي أزاد بادي والله عندي العديد والعديد بساطة لحسي أزاد بادي نتشرفوا به مرة كدرجة أولى ولد الجهة والحمد لله اللي ولعنا نائب من توزر يمثلنا في المستوى الجمهورية أما السؤال اللي نطرحوا له يا أزاد وينك من المعركة اللي موجودة تهو في المجلس الوطني التأسيسي على مستوى التنمجي هوية والله احنا والحمد لله مجتمع بتحضر جيها لمن ينجم ينكر اللي احنا معناها من أكبر الحضارات اللي موجودة لنا نتع تشويش ولا نتع حرقان ولا نتع تكسير أتبقينا نحب ونطالبوا معناها بحاجياتنا بأمور حضارية باحتة يا أزاد وجودك قادي رأي يمثل البلاد كاملة ولهذا تعمل أكبر رمزية الحرص الكبير أطلب تسنمي على البلاد رأي البلاد في حالة يودي يهديك رب يقول احنا اشعرنا في بلادنا عنا التمرتين واضح التمرتين محتكرين برؤوسة موال غير هذا ايش عنا مطار جمدوه وارتاحه والحمد لله ايش عنا اخر معنا حد شيء ولهذا يا أزاد اذا كانت حب تخدم للمستقبل واضح وباش نجم يتكون ذات اسم وذات صنعة طيبة احرص على تبنياتها على البلاد سينوه اذا كان مخدمتش ما تنتظرش من أولاد الجهة غدوة الحي لا باش ينتخبوك ولا باش ينسروك حرصنا على التنمية في ولاية طوزر وفي كل معتمدية ولاية طوزر شاركنا في الاجتماعات التي تعقدوا في الولاية المتعلقة بالتنمية ولكن حاولنا حتى وأنه نجلب مستثمرين إلى الجهة حاولت شخصيا ولو أنه هذا معنا يتجاوز دوري كنائب وجلبت مستثمرين من قطر مستثمرين من فرنسا وكانت المشاريع جاهزة فقط ما حدث من تعطل قطار التنمية داخل الجهات عموما في إطار كما قلت هذه الأنانية تنخبو في الإطار هذا الصراع وفي إطار هذه الأزمات هو منعطل التنمية داخل الجهات ولكن هذا لم يمنعنا من أن نكون في اتصال دائم بالمسؤولين على المستوى المركزي لعلي نذكر لأنه مشاكل توزر نعرفها تقريبا بشكل حرفي وبحذفرها وبتفاصيلها نتصل بالمسؤولين أذكر بعض الأمثلة للجانب السياحي معضل الدرشريت وكان الاتصالات وقدمنا الحلول لوزارة السياحة كذلك متعلق بنزل صحراء بلاس مثلا شركات التنمية الفلاحية الديون الفلاحيين وشركات أو جمعيات المائية كان لنا عدد الصراعات بوزير ووزارة الفلاحة يتعلق بمطار توزر كان لنا أيضا اتصالات بوزارة النقل وبكل الأطراف المهتمة بهذا الملف على العموم كنا نسعى قدر المستطاع أن نضيف إلى هذه الجهة التي بطبيعة الحال أنا ابنها ونعرف أن أحرار الجريد مستؤون تماما كبقية الجهات الداخلية توزر عن كبقية الحال من التهميش ملاقصة كيف في الجهات الداخلية ولكن نقول لجهتي ولد بلادي وأنه تعطل قطار التنمية وتعطلت الإرادة السياسية وأصبحت هناك استحقاق وطني وأنه الثورة التنسية في حد ذاته أصبحت مهددة ونخشى أن يعود الزمن القديم واليوم أحنا عنا إيمان وأنه في نجاح الثورة التنسية ونجاح استحققاتها هو نجاح لكل جهات ما فيها من توزيع عادل الثروة ما فيها من القضاء على البطالة إلى آخره إلى آخره إلى آخره نحب نقوله إن شاء الله إن شاء الله التوزر نشوري خير من قبل هل ترى باش تتبدل التوزر ولا باش تبقى كما كانت وإن شاء الله يعني يعملنا حاجة باهية في البلاد وفي توزر في الولايات الكل معناها مش جزء التوزر الولايات الكل يعني حزوة نفطة توزر تقاش الكل يعني كل نحبها يعني البلاد باهية نقول إن شاء الله كما قلت قبيلة يحدون كل أمل بطبيعة الحال ونحن ساعونا ومجتهدون في ذلك أنا نقول لهم أنه طال الأمد أم قصر باش تتغير توزر بكل معتمدياتها كم باش تتغير تونس بكل الولاياتها ونقول وأنه بحول الله اللي جاي خير برشم اللي يتعدى مصرون على ذلك وفقط كل ما نحب نقولها وأنه اللي يقوم به النائب اليوم ما يجب أن يكون فاتورة مستحقة تدفع لأولاد جهته لأنه رأى وأنه بعض النواب يستعملون بالفعل المشاكل الجهوية في إطار الدعاية السياسية والدعاية الحزبية نحن نحاول أن نعمل في صمت ولكن أن نكون صادقين في عملنا وفي ما نقدم لهذه الجهة ونقول لأبناء جهتي أن العبرة ليست بالدعايات السياسية والخطب الرنانة سواء داخل ملسط الوطني التأسيسي أو خارجه وإنما العبرة بحولها بالنتائج التي ستحدث قليلا نعرج على مثلا ما حدث مؤخرا من استياء أبناء الجهة فيما يتعلقوا بعدم إدراج إحداث كلية طب أو مستشفى جامعي على الأقل في الجنوب الغربي ونحن على اتصال أيضا بالصلاة في هذا الصدد ما أريد أن أقوله هو أننا نعمل لصالح هذه الجهة ولكننا نريد أن نعمل في صمت ولا نريد أن يكون عملا لصالح جهاتنا دعايات حزبية وسياسية وسنتحاسب عبر النتائج في آخر هذا المشوار بإذن الله أنا أبعد سؤال وحيد لنايب أزاد بادي واللي هو يخويا يقول لها أهبت بارت سير ترناء يحسوا بالعباد يشوف العباد اللوطة يشتعني يخويا ما أبقى أخرج من البروات متاعكم نطرح سؤال واحد يخويا وفرونا وفرونا معانطها اللوكال وفرونا المشاريع وفرونا يا أخويا المطريال بش النجم نخدم وفرونا زاد القروض بش أنا نعمل مشروع صغير يخدم به ثلاثة أربع شباب يخدم به بلادي يخدم به تونس يخويا إذا كان أنت ما توفر ليش وتقوله شبيه ولد بلادي حرق ولا الحرقة تينتم وفرونا الظروف الملامة بش أحنا نبقوا في البلاد يخدمها يخدم تزر يخدم تونس مفيد قفصة مفيد بوزيد مفيد سليانة نحن نقول اللي احنا على الميدان أنا شخصيا ما عنديش حتى مكتب معناها نعمل فيه على الميدان رغمش معناها وأنه النائب يكون متواجد معناها في المقاهي لأنه هناك بعض النواب متواجدون بالفعل في المقاهي هؤلاء يضيعون هذه الإسحققات الوطنية أولا وثاني أنهم في إطار دعايات حزبية لا أريد أن أن خريط فيها ولكن أنا أمثل أيضا توزر الخمسة المعتمديات ولكن لدينا مناظلين من حركة وفاء داخل الجهة هم الجنود المتواجدون على الميدان وهم من يمدوننا بالمعطيات ومن يمدوننا بالمشاكل ومن يمدوننا بكل ما يحدث داخل الجهة وهم في اتصال بالسلطات المحلية والجهوية أنا حب نقول لك أني عند انطلاق عملي نيابي اتصلت بكل المعتمدين معتمد معتمده بكل السلطات الموجودة على المستوى الجهوي ولكن كما قلت عندما تعطل قطار التنمية بطبيعة الحال الشامل لهذا كل الجهات فقط نحب أن نقول في كلمة واحدة وأنه تم مشروع قانون معروض على المجلس السلطن التأسيسي يتعلق خطروا عن السؤال يتعلق بالقروض وإحداث المشاريع يتعلق هذا المشروع بإحداث صندوق وطني لبعث المشاريع للعاطلين عن العمل للأسف يعلق المجلس الوطني التأسيسي ينسحب النواب تعطلوا أعمال المجلس الوطني التأسيسي ولذلك قلت أن فيه تعطيل لكل استحققات الثورة ومن بينها المشاريع والتنمية والتشغيل والقروض إلى آخر يزم الرجل المناسب المكان المناسب ويزم اللي يخدم يخدم تونس وثيقة ورب إذا كان ثم كل واحد الخصيات نفسي نفسي ولا الفاميلة ولا كذا كذا رأى عزي تنهار تنهار بنبلحك على خطر الناس وصلت لجاعت ولا تتمنى في الزمان الفايت في العهد البيت ومأساته وظلمه وكذا ولا عدنا نتمنوا فيه هضايا الحلول من ناش من الخلل من العاطفة انتحها هي وهذا هو الخطاب اللي حابوا يسمعوه حابوا يكرهوا الناس في الثورة التونسية وحابوا يندموا الناس وأن الثورة صارت في تونس أنا أقول وأنه يا شباب الجاريد الأحرار ويا شباب تونس الأحرار مزيد من الصبر ومن رباط الجأس لأنه يحبوا يوصلوا التونس وأنه يندم على الثورة التونسية ويحبوا يرجعوا ويركبوا على الثورة التونسية أنا أحب نقول وأنه جربنا حكمهم طيلة أكثر من خمسين سناء ما قدموا شيء غير الفقر والتهميش والميزيريا والبطالة اليوم مزيد من الصبر والوقوف غد هؤلاء حتى نتمكنها من بناء تونس اللي نحن مباهى الكل مع بعضنا بحول الله ورانا قادرين ننجحه إذا حطينا اليد في اليد لماذا وقفين وقفة متفرج لما يوقع في المجلس تأسيسي والله شخصيا لو كان جيت وقفة متفرجنا من مرتاح لأننا نحاول أن نكون أسودا داخل مجلس الوضع التأسيسي وأصواتا عالية مرتفعة ونحاول أن نكون صادقين نزهاء ونحاول أن نكون أمناء للقسم اللي أديناه فنحن نتعرض للتشويه نتعرض للتهديد نتعرض لكل الوسائل والأسليب القادرة اللي لن تثني عزيمتنا قيدة أنملة فلو أن معناها سكتين رانا سالمين نقول لها شوفوا للبلاد كماش الوضع أنتاح وكماش وانماش وماشيين بها توقع السياسة وانماش والأصلحة شوفوا طريقة لتنقذ البلاد بحول الله عن الطريقة وعن المبادرة وعن البديل مش نقدموا به بحول الله قريبا قريبا للشعب التونسي فقط بشقوموا بدورنا التاريخي والوطني ويبقى للأحزاب السياسية وللإرادات السياسية وأنه تنظر للمصلحة الوطن ولكن من جهة الحفاظ على مكاسب الثورة التونسية والسحققاتها لأن الزاوية قاعدة تنظر منها عديد الأطراف اليوم هو القفز على الثورة التونسية ووائد هذه الثورة كيف هي الإضافات التي زادها في الجنوب في توزر؟ في توزر كيمة كل تقريبا مناطق الجمهورية التونسية المواطن تونسي ميراش وأنه تم إضافات بالفعل حصلت على أرض الواقع بل لا نمشي أكثر من هك حتى ميزانية 2012 تم عجز حتى على تنفيذ الميزانية ولو أن الأموال مرصودة فهم بالك بالمشاريع نعرف أنه دفع قطيرة التنمية والإضافات داخل الجهات ما نجمش يكون بالقطاع العام فقط ما نجمش يكون بالدولة فقط وميزان الدولة فقط وإنما خاصة بالاستثمار الخاص سواء الوطني أو الأجنبي ولكن الاستثمار هذا ما نجمش يكون إذا كمثلا ما يستقرار خاصة للوضع السياسي والوضع الاقتصادي والوضع الأمني بالأساس دوزر راي مش كلها ملكة تعتمر راي ثم ناس بات بليش هاي يشوفوا صوروا ثم ناس بات في القع ثم ناس محتاجر ثم ناس بطالة ثم ناس عندها أنتريد مئتين دينار ومئة ثمانين دينار مئة وخمسين دينار السيد اليحذاك ها نمر لك الورقة تمشي تاوى تلقى الكيلو بطاطة بثمان مياه وتلقى كيلو تماطم بدينار وتلقى الكيلو الحوت حاشا قدرك بخمسة لاف وستة لاف لا احنا محرومين رانا محرومين راي بلاد هذه محرومة عنا اربعة تش نوتين مسكر احنا عنا اربعة تش نوتين مسكر ما يخدموش من قرب الفين خدام ونحبك عديهوني الصوت يا ذاين نعم بالنسبة للدرش رايت كما قلت مش فقط درش رايت درش رايت وعديد المشاكل الموجودة في ميدان السياحي في ميدان الفلاحي خاصة فيما يتعلق بالمياه فيما يتعلق بملكية الاراضي فيما يتعلق ببعث المشاريع المناطق الصناعية لا اخيري معناها احدثت منطقة صناعية في ولاية توزر ولكن وارسلت لها معناها الاموال في الميزانية ولكن تعطيلات الادارية فيما يتعلق بصبغة الارض فيما يتعلق بعودة الملكية لأملاك الدولة الاخيري وهذه التعقيدات الادارية هي لمنع وانه نحلوا المشاكلين لكن على خطر أنت على المشاكل الخاصة وانا بالتحديد درش رايت سألوني في توزر سألوني في توزر على ناس كانت تخدم فجأة نلقى تروح أمام الخدمة درش رايت خلينا يكون صريح ما تماش إرادة سياسية في هذا الموضوع وانا تحدثت مع وزير السياحة سيد ليس الفخفاخ بل ما يتحول إلى وزارة المالية فيما يتعلق بموضوع درش رايت والحل البسيط ووضع درش رايت هناك مجموعة من كم هائل من الديون التي لا يريد مالكها أن يدفعها إلى مستحقها ويريد أن يقع نوع من التسوية التي تعفيه من هذه الديون ورفضت الدولة ذلك نحن قلنا أن البنك باعتبار مؤسسة خاصة لا يمكن أن يقيم دعوة باعتبار أنه آخر المدينين الذي يقع خلاصه وإنما الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي هو أيضا مديني ويمكن له أن يرفع قضية وأن يطلب فيها تعيين مؤتمن عدلي وهذا المؤتمن يضمن استمرارية نشاط المؤسسة وعودة العمل إليها هذا حل عملي قانوني وبسيط غابة الإرادة السياسية في الذهاب إليه لأنه وفقت وبكل بساطة تريد الحكومة الحالية تقديم ترضيات إلى رجال الأعمال على حساب مؤسسات مثل مؤسس الدرشريت لكنا انتهينا من الدستور لو لم تعلق أشغال مجلس الوطني تأسيسي ولم يعطل العمل داخل مجلس الوطني تأسيسي دعونا نجاوب على السؤال هذه بكل صراحة تم أطراف لا تحبش الدستور ينتهي تم أطراف سواء لأنه انتهاء الدستور يعني القرب من الاستحقاق الانتخابي اللي يتخاف منه ولكن تم أطراف أخرى لأسباب إيديولوجي لا تحبش الدستور ينتهي هناك حسابات سياسية لا تريد لهذا الدستور أن ينتهي هناك أطراف أخرى تريد أن يبرز المجلس الوطني التأسيسي لكأنه عاجز على تقديم هذا الدستور للشعب التونسي لو أنه لم ندخل في هذا المأزق لمدة أربعة أشهر من تعطيلات ومن تمتطات رأنا كملناها الدستور الدستور يطلب مدة زمنية لا تتجاوز الشهر إذا توفرت الإرادة السياسية الانتهاء منه توزر معروفة بالسياحة ومعروفة بالمناها بالقطاع التنموي ماذا بينا باعتبارنا مثل سيسي يجري معانا شوي ويتكلم شوي يحرك المور باعتبار توزر معانا القاعدة الأساسية متاعها هي السياحة تعيش منها طب بعض من نزل معاناها مغلقة وهذا شيء معانا مؤسف جدا معانا كذا من المفروض معانا حواجكي هذي يتكون فيها شوية تم لمس في الحكاية هذي باش على الأقل تكون شوية توازن جهة من حيث الجهات وكذا وتوزر معروفة كيما قلتك معانا في سياحة جنيرال مطار ما يخدم مش كشوفيه معانا كذا السياحة تفتقر معاناها من النزل كما كنت نحكيلي مغلقة أنا أقول واني هذا التحدي مش فقط أزاد بادي وإنما هذا تحدي أحرار توزر الكل أحرار جريد الكل أنا دوري قايم بيه وبيحاول لي بشيقوم بيه على أكمل وجه ولكن ننتظر زادة من أهالي توزر وأنه يكونوا وقفين وقفة رجل واحد للتوزر بكل معتمدياتها حزوة تمغزة نفطة دقاش قادرين قدموا التوزر الكثير قادرين توزر أن نردوها بالفعل جنة على وجه الأرض هذا موج حلم هذه إمكانية وانا من موقعي ومن منطلق قربي للكوليس ودوليب الأمور نقول وانو قادرين وانو نحق الحلم مداء ولكن نراه أزاد بادي ليست له عصا سحرية ومنفرداً لأنه يتمكن من تقديم الكثير لأهالي توزر نحب أن نقول لكم يا أولاد بلادي ليد في ليد رجل واحد رنج مقدم توزر وانا ما نبخلش بأي قطرة قطرة عرق أو أي جهد في سبيل الوصول إلى هذا الهدف لهو ما هوش صعب المنال نشكرك سيد أزاد على الحوار هذائق نتمنى لك التوفيق في مسيرتك السياسية شكراً على الاستضافة ونقول إن شاء الله ربي يحفظ تونس وكل ما قلت ونعودها ونحب نختم بها اتقوا الله في تونس وتخلوا يا رجال السياسة على هذه الإنانية تذكروا أنه حدثت الثورة في تونس وأنه سقطت شهداء وجرحها وأنه ثم مناطق مهمشة ومحرومة ومفقرة وتنتظر الكثير من السياسيين ما نحبوش التونسي يندم على وأنه الثورة قامت في تونس كما نسمعنا ونحبو تونسي يكون عنده بالفعل أمل في بناء تونس جديدة ولكن ما نحبوش الأمل يكون وهم نحبو يكون أمل عنده أليا تحقيق على أرض الواقع إذن نشكرك مجدداً أعزائي المشاهدين بالكيفية هذه وصلنا لخاتمة الحلقة هذه اللي استضفنا فيها السيد أزاد بادي عن حركة وفاء على أمل لقائي بكم مع ضيف جديد من برنامج ضيف القلم أستاذعكم الله